Welcome everyone في المحاضرة الستة من Management of Technologies كان عادة زي ما احنا متعوضين المحاضرة بتبقى متقسمة Two Sections الساكشن الاوليني هنتكلم فيه عن Proposal of Sustainable Development او هنبتدي نتكلم يعني في Two Sections مش حتى هنتكلم في ساكشن واحد بس في Two Sections هنتكلم عن زي مقترح ازاي نقدر نطبق فكرة او مفهوم التنمية البشرية في الشركات او في المؤسسات دلوقتي ساكشن واحد بيركز اكتر على تطور مفهوم التنمية البشرية في الشركات بشكل عام انه مفهوم التنمية البشرية اخد اشكال مختلفة واخد ابعاد مختلفة واخد تطورات مختلفة عايزين زي نعدي مع بعض على المفاهيم دي ونعدي مع بعض على التطورات دي ونعدي مع بعض على القانون بقى اللي ماشيين به فيما يتعلق بالتنمية البشرية احنا المحاضرة اللي فاتت بتايا نتكلم عن شهادات الجودة واتكلمنا انه لو الشركات دلوقتي بتتبع مجرد انها تاخد شهادات جودة وخلاص ده مش معناه ان هي بتعرف تطبق مفهوم التنمية المستدامة واحنا بنكمل في ساكشن 1 هنا وبنحط زي اطار وتعريف وتطور لمفهوم التنمية المستدامة ساكشن 2 اصلا مكمل معنا كمان المحاضرة الجاية فساكشن 2 هنتكلم في البارت الاولاني عن التولز او الادوات او الافتراضات او السيناريوهات اللي احنا هنحطها عشان نساعد مش بس الشركات لكن كمان نساعد البلدان انه هي تكتسب مفهوم اصح واضق واحسن للتنمية المستدامة ساكشن الاولاني هنبتدي نتكلم فيه اكتر عن ايه هي التنمية المستدامة بيبتدي هنا الكلام وبيقول انه فيه اسباب كتيرة قوي قوي للتظاهر اللي احنا بنعاني منه او للعالم بيعاني منه دلوقتي احنا شايفين درجات الحرارة غريبة قوي شايفين الشركات كتيرة قوي بتفقد رؤوس اموالها شايفين حاجات كتيرة قوي بتحصل على غير المعتاد وده بيقول انه التنمية او سبب من الاسباب هو انه احنا مش عارفين نطبق فكرة التنمية المستدامة احنا محترمناش البيئة محترمناش الابعاد اللي بتحطها التنمية المستدامة فاحنا بقينا بشكل عام في تدهور مستمر والشركات هما اول قطاع واول ناس واول المعنيين بان هما يتدهوروا بان هما يتأثروا اقتصاديا وبيئيا وسياسيا وكل حاجة بسبب جهلنا وبسبب ان احنا مش عارفين يعني ايه تنمية مستدامة مش بس كده لكن هما كمان اول ناس ينفع يطبقوا مفاهيم الابتقار فهم اول ناس ينفع يبقوا على علم يعني بالابتقار وعلى علم بايه المنتجات الجديدة وايه الانشطة الجديدة وايه الحاجات الجديدة اللي احنا محتاجين نتبعها علشان انتاجنا افضل ولكن الطريقة اللي احنا بنعمل بيها المنتجات واللي احنا بنعمل بيها الاسليب لازم كمان تكون بشكل افضل وتكون كمان بشكل احسن علشان نقدر ننهض يعني من التطور اللي احنا بنعيني منه ده وبعدين تدهينا يتكلموا بيقول beyond the context which highlights بتاعتنا عاملة زي يعني بغض النظر او بعيد عن السياق اللي بيخلي او بيصلط لنا الدق على التناقضات بتاعت المجتمع بتاعنا يعني احنا مش بنحترم البيئة خالص مش بنفهم خالص يعني ايه تنمية مستدامة بس على الناحية التانية عايزين نتمتع بابتكار وبمعلومات كتيرة وبضيتها كتيرة وبخبرات كبيرة علشان ننتج منتجات احسن ونحاول نساعد العمل او مش عارف ايه ففي تنقضات في المجتمع بس بعيدا عن التنقضات اللي من النوع ده واللي الشركات بتاعتنا طبعا بتخضع لها التنمية المستدامة زي ما هو هنا مكتوب انه يعني بعيدا بقى عن كل التنقضات اللي احنا اتكلمنا فيها دي الشركات اللي احنا بنتكلم عليها او الشركات اللي عايزة تتبع مفهوم التنمية المستدامة لو اتبعته بالطريقة المزبوطة اللي هي ايه بقى اللي هي انه الشركة تبقى بتتبنى قيم معينة والشركة تبقى بتتبنى اساليب معينة الاساليب والقيم دي تدمجها مع بعض تدمجها مع بعض علشان تحصى عشان توفر فرصة لكل الناس ان هي يبقى عندهم تنمية يبقى عندهم تطور وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي احنا هنتكلم عن التنمية المستدامة احنا هنتكلم عن التنمية المستدامة كآداء علشان نقيم بيها الاوضاع الاقتصادية للشركات ونقيم بيها تأثير الشركات على الاقتصاد وكمان تأثير الشركات على باقي الابعاد اللي لها علاقة بالتنمية المستدامة وبيقول كده انه يعني بيقول انه احنا بس مش هندرس ولا هنفهم مفهوم التنمية المستدامة على انه مجرد مفهوم بيئيس او اداية بتئيس البعض الاقتصادي للشركات لا احنا كمان هنشوف البعض الاجتماعي زي ما كنا منتكلم في المحاضرة اللي فات احنا كمان هنشوف البعض الاجتماعي كمان هنشوف السيناريوهات الاجتماعية كمان هنشوف ازاي الشركات ينفع وهي بتدبع مفهوم التنمية المستدامة انه هي تدمج وتسمع لكل الناس اللي داخلها في المشروع للموظفين للستيكهولدرز للشركات حتى المنافسة للشركات اللي احنا عاملين معاها شركات لكل لكل الناس اللي داخلها في المشاريع بتاعتنا نقدر نسمع ليهم ونعرف الفاليوز بتاعتهم وندمجها مع بعض علشان نحقق زي ما كنا بنقول من شوية تنمية او development for everybody تنمية لكل الناس The concept of sustainable development او مفهوم التنمية المستدامة وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي مفهوم التنمية المستدامة المفروض انه هو هدفه الاول في عصرنا دلوقتي هو انه هو يقمع التناقضات يعني احنا زي ما كنا بنقول احنا مجتمعنا مليان بالتناقضات فكرة التنمية المستدامة بتهدف في البداية انه احنا كلنا نوصل لcoming ground كلنا نوصل لأرض مشتركة كده مفيش تناقضات احنا اه بندعم الابتكار فاحنا مدام بندعم الابتكار اذا بندعم المشاركة لما بندعم المشاركة اذا بندعم الابعاد الاخلاقية والاجتماعية اذا بندعم كذا وكذا اذا اقتصادنا هيبقى احسن اذا احنا كده بشكل عام بشكل اكبر او اوسع بنتبع مفهوم التنمية المستدامة وهي دي الفكرة بتاعت التنمية المستدامة احنا نقمع التناقضات ونوصل كلنا لأرض مشترك فبيبتدلنا وبيقول لنا ايه بقى اصل التنمية المستدامة يعني هو المفهوم ده يا دكتورة طلع انت يعني ده جمين المفهوم ده بيقول كده انه بيقول انه مفهوم التنمية المستدامة اتطور بشكل تدريجي من السبعينات واتطور بالتزامن مع اكتشافنا اكتشافنا لفكرة انه شركات بتاعتنا ينفع اه بتستخدم موارد طبعية بتستخدم موارد متجددة لكن كمان هي بتستخدمها بطريقة فيها استنزاف يعني اوكي الميا موارد متجدد لكن بنستخدمه عمال على بطال فالموضوع ده فيه استنزاف ففكرة انه اه احنا خلاص وصلنا في السبعينات ان احنا بقنا بنستخدم موارد طبعية بس بنستخدمها باستنزاف ومن هنا ابتدى يعني يزهر كده لمحة من مفهوم التنمية المستدامة وابتدى يزهر صراخ كده او يعني زي مونا ده ان we have only one earth احنا عندنا ارض واحدة يا جماعة احنا عندنا كوكب ارض واحد فلو هنفضل نستنزف فيه نستنزف فيه نستنزف فيه خط مش هيبقى عندنا يعني هيخلص مش هيبقى عندنا anymore حتى لو موارد متجددة حتى لو موارد طبعية المفروض نستخدمها بشكل صح بشكل معتدل علشان نحافظ عليها فwe only have one earth يبقى في السبعينات اول منادة حصلت او اول صرخة حصلت فيما يتعلق بالتنمية المستدامة اوكي وانا يبتدى يكمل ويقول انه ظهرت لنا المنادة دي وعلى اساس المنادة على اساس المنادة دي بقى فيه بقى طيارات فكرة كتير قوي بقى فيه ناس كتير قوي بتفكر وفيه ناس كتير قوي بتحاول تحط معايير وقواعد كده عشان نحمي البيئة بتاعتنا نحمي الموارد بتاعتنا نحمي المية الاشعة الشمس الهوى التربة الحاجات اللي بتتجدد كل الحاجات دي اوكي فابتدى يبقى فيه زي تحكم او اطار عام بحطه للهيومن اكشنز بحط اطار عام لتصرفات البشر فيما يتعلق بالسستينبل ديفولومنت ده اول حاجة ظهرت في السبعينات بعد كده بردو بشكل تدريجي بردو ابتدى يظهر لنا حاجة اسمها socio economic dimension يعني ايه socio economic dimension يعني بعض اجتماع اقتصادي كده ده يعني احنا في السبعينات ظهر لنا البعض البيئي اللي هو ال environmental dimension ابتدى بعد كده يظهر فكرة انه لا التنمية المستدامة مش بس متعلقة بالاقتصاد ولا بس متعلقة بال سوري مش بس متعلقة بالبيئة لكن كمان متعلقة بالاقتصاد وكمان متعلقة بالاجتماعي يعني علم الاجتماعيات الأنشطة والتصرفات والأفكار اللي الناس بتفكر فيها وهم بيستخدموا الموارد الطبيعية بتاعتنا ففي سنة 1980 زي ما هو هنا مكتوب ابتدى يظهر لنا The World Strategy for Environmental Protection أو ابتدى يظهر لنا زي جمعية أو مؤسسة غير حكومية بتحط استراتيجية عامة لحمية البيئة مؤسسة دي اسمها IUCN اللجنة أو المؤسسة دي ابتدت تستخدم الاستراتيجية دي بشكل عام وبتدى الاستراتيجية اللي هما بيحطوها دي تفعل وتظهر في تقارير من سنة 1987 وكانت بتتكلم في تقرير اسمه Our Future أو مستقبلنا بقت بتتكلم فيها عن فكرة التنمية المستدامة بس بالبعض البيئي والاجتماعي والاقتصادي وبعدين في 1992 زي ما هو هنا مكتوب اقتنعت الحمد لله 173 دولة علشان اقتنعت بالمبادئ والاستراتيجيات اللي المؤسسة غير الحكومية دي حطتها وبتدى يحصل اعلان اسمه The Rio Declaration on the Environmental and Development ابتدى يطلع اعلان يطلع قرار من 173 دولة اسمه اعلان Rio بشأن البيئة والتنمية دي وثيقة الوثيقة دي كان فيها اكتر من 2500 مقترح يعني 2500 مقترح دي يعني البلاد ابتدت تجمع نفسها الـ 173 دول ابتدى يحطوا مقترحات علشان يحطوا زي سياسة عامة لفكرة الحفاظ على البيئة اسمه المقترحات دي The Agenda for the 21 Century او الاجندة او يعني زي نطاق العمل للقرن 21 الاجندة دي المفروض تبقى في كل يعني اجندة دي حطوها المقترحات دي حطوها تتلامس مع كل المجالات كل مجالات الشركات ازاي يحققوا فكرة التنمية المستدامة بالمقترح اللي هم حطينه تعالوا نكمل مع بعض ابتدى بعد كده يظهر لنا زي مفهوم مختلف بقى يعني اوكي ده كله كان بشكل gradual بس ابتدى المفهوم يتطور اكتر ويبقى مفهوم new concept زي ما هو مكتوب semantic clarification of this new concept بقى في زي تعريف توضيح اكبر اكتر توضيح دلالي اكتر للمفهوم الجديد ده فبقى يكلم ويقول انه development doesn't only include the economic vocation of the company but also covers the objectives and the more individual intentions with all of its parents in a long term vision by committing to the responsibilities of all يعني ايه بيقول انه التطور بتاع الشركة تطور اي شركة مش المفروض يبقى بيشمل تطور اقتصادي بس يعني انا لما اجي احكم على شركة او اقيم شركة بمفهوم الجديد بتاع التنمية المستدامة لما اجي اقيم شركة مش اقيمها بس في البعض الاقتصادي مش اقول هي كانت السنة اللي فاتت بتحقق ارباح بنسبة 60% وهي دلوقتي او النهاردة بتحقق ارباح بنسبة 90% اذا الشركة دي نكحة لا ما بقاش بس المفهوم الاقتصادي او التقييم الاقتصادي هو التقييم المتعارف عليه لما بي اقيم الشركة لكن كمان لازم لازم يشمل but also it should be covering the objectives and the more individual intentions لازم كمان يكون التقييم للشركة وتطور الشركة بيشمل اهداف ونوايا الاشخاص اللي مسئولين واللي بيشتغلوا في الشركة دي والرؤية طويلة الامد هل هما ملتزمين بالاهداف وهما ملتزمين بالنوايا اللي بيعبروا عنها بشكل طويل الامد فيما يتعلق بالابعاد اللي تكلمنا عليها من شوية ولا لا فما بقاش الموضوع مجرد economic objective ما بقاش الموضوع مجرد هدف اقتصادي عايزين نكبر الارباح نعزم الارباح ونقلل للتكلفة لكن بقى كمان في اهداف اجتماعية في اهداف بيئية لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنقيم اي شركة ولو تلاحظوا على فكرة الشركات دلوقتي بقت فعلا بتعمل كده بقى ده طبيعي انه احنا بنقيم اي شركة بالطريقة دي بنقيم اي شركة بالاسلوب ده فبيقول انه كل الشركات لازم تجتمع اه او لازم تتفق او لازم زي اه توافق على انه هي يبقى عندها مفهوم اسمه الاستدامية او مفهوم التنمية المستدامة لازم يبقى دي حاجة زي ما كنا بنقول في المحاضرة اللي فاتت الشركة لازم تبقى بتتعاهد بيها لازم الشركة تقول انه هي بتتعاهد ان هي اتغطي جميع ابعاد التنمية المستدامة كلام ده انا عارفة ان احنا يعني بنقوله كتير في المادة دي بس ده مهمة اوي لان احنا من بداية المادة بنتكلم عن التنمية المستدامة مش مجرد ان انا او ان انا انجح كشركة مش مجرد ان انا يبقى عندي معلومات كتير مش مجرد ان انا يبقى عندي سيستمز خطيرة حديثة اوي لك انا محتاج يكون عندي خبرات محتاج يكون عندي معارف محتاج يكون عندي معرفة والمعرفة دي ازاي يقدر اطورها وازاي يقدر اخلي الموظفين بتوعي يتمكنوا منها وازاي انقلها وازاي افعل ده في ثقافة تنظيمية واتكلمنا عن فكرة عمل المكاتب بتاعت الابتكار ومكاتب المشاركة وسماع الموظفين وما الى ذلك وبعدين بتدينا ندخل بعدها ونتكلم عن الابعاد بتاعت السيستمز اللي احنا المفروض نختار على اساسها وبتدينا ندخل بقى في المفاهيم بتاعت التنمية المستدامة لانه ده شيء مهم وخلاص ده بقى الاساسي في اي شركة دلوقتي وبما ان احنا في كلية الادارة فاحنا محتاجين نبقى بنفهم انه الادارة دلوقتي ما بقتش مجرد ان انا عايزة عظم الربح وخلاص لكن انا محتاج انه انا احصل على منتاليتي يبقى عندي عقلية التنمية المستدامة ومش عقلية التنمية المستدامة ان انا يبقى عندي شهدت الايزو لانه يا فرحتي عندي شهدت الايزو بس شهدت الايزو دي ما بتعمليش حاجة لكن يبقى عندي مفهوم طويل الأمد أهداف واضحة زي ما كنا منتكلم من شوية في النيو كونسبت أهداف واضحة مفهوم طويل الأمد وأنا عندي commitment وresponsibility ناحية الأهداف وناحية المفهوم ده نكمل مع بعض هنا ويقول أنه فيه مفهين كتير قوي فيه publications كتير قوي عن يعني إيه تنمية مستدامة والموضوع ده لحد دلوقتي مش متغطي بشكل كامل لأن احنا كل شوية المفهوم ده في تطور مستمر لأنه البيئة بتاعتنا في تطور مستمر الاقتصاد بتاعنا في تطور مستمر كل حاجة يعني كل حاجة احنا فيها هي في تطور مستمر فبيبتدي يقول أنه احنا لحد دلوقتي فيه حاجات كتير قوي مش بنعرف نقسها ويعني وهي مهمة في فكرة التنمية المستدامة زي ما هنا مكتوب أنا مش بعرف إيه تأثيري الأخلاقي على العملة مثلا يعني أعرف إيه كم عميل اشترى مني المنتج ده أعرف إيه كم عميل عمل كذا وكذا وكذا فيما يتعلق بالمنتج بتاعي بس ما عرفش إيه هو أنا الإعلان اللي أنا عملته أو الماركتين كامبين اللي أنا عملتها أو حتى المنتج اللي أنا أنتقته أو الخدمة اللي أنا قدمتها هي أثرت أخلاقيا واجتماعيا على العمل أزاي فيه حاجات مش بنقدر نقسها بس هي للأسف الشديد دخلة معنا في مفهوم التنمية المستدامة عشان كده بنقول إنه المفهوم ده في تطور مستمر وطرق قياسه كمان في تطور مستمر يعني لو حد لو أنا مثلا جبت السؤال ده لأسي في الامتحان وقلت إحنا خلاص وصلنا لمفهوم أكيد وواضح ومعلن ومطبق ونهائي للتنمية المستدامة تقولي لأ إحنا ما وصلناش لسه المفهوم نهائي لسه مش وصلين لمفهوم مطبق بنسبة مية في المية لأنه مش كل الأبعاد ولا كل الأبعاد الأساسية ولا الفرعية اللي في التنمية المستدامة أنا بقدر إسها إسها دي يعني إسها بأرقام مش بعرف لسه إسها طيب زي ما هنا موجود أو مكتوب يعني إنه بقى دلوقتي التوجهات الاجتماعية والتوجهات الثقافية والقيم الأخلاقية والأعراف والحاجات دي كلها دخلة معنا في مفهوم التنمية المستدامة ومع العلامة اللي إحنا بقينا فيها ومع الحاجات الكتيرة قوي 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 اللي بقيت بتتداخل والمجتمعات بتتداخل والثقافات بتتداخل فبقيناش قادرين الشركات ما بقتش قادرة تقيس فكرة التنمية المستدامة بشكل عام وبالمثل حتى كمان في قطاع الأعمال زي ما هو مكتوب في قطاع الأعمال أو في البزنس ساكتر بقينا بناخد المفاهيم أو الأعراف بتاعت التنمية المستدامة دي وبنحاول قدر الإمكان نقسها بنحاول قدر الإمكان على الأقل نخلي الإعلام أو وسائل الإعلام الميديا تبقى بتفوكس أو بتركز على الحاجات اللي من النوع ده المشاكل الأخلاقية المشاكل الاجتماعية المشاكل البيئية عشان نوسع مفهوم التنمية المستدامة على العملة وعلى الموظفين وعلى المجتمع بشكل عام عشان ده يسهل علينا لما نلاقي أدوات أو نوصل لأدوات معينة تأسلنا تأثيرنا على المجتمع أو على الأخلاق بشكل عام يبقى قرادزي المجتمع مستعد لده زي ما كنت بقول لكم أنه العولمة والتبادلات والحاجات دي كلها خلت قياسنا أو طرق قياسنا لتأثير الشركات بتاعتنا على الأبعاد الاجتماعية والبيئية تأثير يعني خلته أكثر تعقيدا يعني ما بقناش عارفين نعمل كده بشكل بشكل كبير مع أنه العولمة زي ما هو هنا مكتوب مهمة قوي وساعدتنا كتير قوي في أنه إحنا نتبادل المعلومات ونتبادل البيانات ونتبادل الأفكار لكن هي يعني عقدت علينا وصعبت علينا فكرة أنه إحنا نقيس تأثرنا على المجتمع فبقى من من أنه مفهوم التنمية المستدامة من أنه كان مجرد مجرد مفهوم له علاقة بالحماية البيئة والبيئة عاملة إزاي والبيئة بتتطور إزاي وكده ليه أنه هو بقى له أبعاد اقتصادية واجتماعية ولو أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية ليه أنه هو بقى مفهوم كومبلكس لأنه هو بقى مفهوم معقد بيقول أنه في بعض الأحيان المفهوم ده بيغطي مجالات كمان متنقضة يعني هو مش بس المفهوم التنمية المستدامة بيغطي مجالات سعبة أو بيغطي مجالات سعبة نحن نقسها يعني لكن كمان ساعات بيغطي مجالات متنقضة فإيه هي المجالات المتنقضة اللي بيغطيها يعني هو بالمعنى الواسع بالمعنى الواسع قوي التنمية المستدامة لما باجي حل للشركة واشوفها للشركة دي بتتبع فكرة التنمية المستدامة او لأ المفروض ان انا بصنفها بناء على كذا معيار اول معيار هو السوشال اكشن السوشال اكشن او العمل الاجتماعي تأثيري اجتماعيا عامل ازاي تأثير اجتماعيا على الفرد والبيئة زي ايه بقى زي الادارة البيئية زي حوكمة الشركات زي علاقتي مع العلاقات التعقدية بتاعتي هل علاقات التعقدية بتاعتي قانونية ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ولا أنا بروج مثلا لشكل شاز من الحريات ولا أنا تأثيري اجتماعيا عمل ازاي يبقى ده أول بعض نعم باجي أقيم الشركات تاني بعض أو يعني بيقول يعني أنه صعب كتير قوي بقى بيبقى صعب أنه أنا كمنظمة أنه أنا أحقق فكرة مصلحة المجتمع وفي نفس الوقت مصلحتي يعني ما هو أنا برضو مش هنكر أنه التنمية المستدامة فيه جزء منها اقتصادي جزء كبير منها اقتصادي أنا لازم الشركة بتاعتي تكسب والأرباح بتاعتها تعلى لأنها لو مش بتكسب وأرباحها مش بتعلى يبقى كده فيش تنمية أساسا يعني أيام تتطورش أصلا فأنا لازم المفهوم بتاعي يبقى بيغطي كمان الجزء الاقتصادي مظبوط سماعيكم بتقولوا مظبوط أوكي فلو أنا التنمية المستدامة بتقول لي أنت لازم تجبر اقتصاديا بس كمان بتقول لي أنت لازم تجبر اقتصاديا بس هتدفع ضرائب كتيرة قوي وهتعمل كذا وهتعمل كذا وهتعمل كذا علشان تدعم مفهوم البيئة وتدعم مفهوم الحرية وتدعم مفهوم أن أنت هتبقى على خلق عالية وأن أنت مش عارف إيه فمش هتدي مثلا رشوة أو مش هتعمل كذا ففي مصلحتين عكس بعض في حاكتين عكس بعض فمش بيبقى دايما الموضوع سحل كده يعني مش ببقى عارف أنمو اقتصادية وفي نفس الوقت يبقى تأثيري الأخلاقي والاجتماعي ما فيهوش شائبة يعني فعشان كده هو مفهوم عشان كده هو مفهوم معقد لأنه هو ساعد بيغطي حاجات متنقضة أصلا إزاي يحقق مصلحتي كشركة وحقق مصلحة المجتمع وكمان الموظفين اللي بيشتغلوا معايا يحققوا مصالحهم الشخصية اللي ليه علاقة بالترقية اللي ليه علاقة بزيادة المرتبات اللي ليه علاقة بزيادة الأوفر أو العرض الوظيفي بتاعهم إزاي كل ده يكون في نفس الوقت ماشي تمام عشان أعرف أقول إن أنا محققق يا جماعة تنمية مستدامة بيقول كده إنه وكمان أو أخيرا يعني المفهوم معقد لكنه كمان نسبي يعني التنمية المستدامة اللي في الشرق الأوسط هتبقى غير التنمية المستدامة اللي في أمريكا هتبقى غير التنمية المستدامة لو إحنا بنتكلم لسه في السبعينيات هتبقى غير التنمية المستدامة لو إحنا بنتكلم كمان عشرين سنة يحينا ويحيكوا ربنا يعني فالتنمية المستدامة مفهوم معقد لكن كمان مفهوم نسبي مش مفهوم مطلق مش مفهوم علينا كلنا لأنه بيتمحور على اعتبارات كتيرة قوي بيتمحور على حاجات كتيرة قوي الاعتبارات والحاجات الكتيرة دي بتتغير بتغير البلد بتتغير بتغير سعر العملة في البلد بتتغير بتغير كل حاجة فأنا دلوقتي لما يجي أقول للناس إحنا هنحقق تنمية اقتصادية عالية إن شاء الله في الشركات لكن إحنا كمان محتاجين نستخدم جوه الشركة بتاعتنا أو ننتج جوه الشركة بتاعتنا أكلنا بنفسنا مثلا فيه شركات بتاعمل كده على الفكرة في سويسرا هم بينتجوا أكلهم بنفسهم حتى لو هم مثلا هم أصلا شركة شركة عن مثلا بينتجوا شناط بس هم بيعملوا الغداء بتاع الموظفين يعني هم بيزرعوا الحاجات وبيعملوهم من نفسهم بس ده في سويسرا أصلا مجتمع من أرقى المجتمعات مجتمع عارف يطبق النوع ده من المفهوم بتاعة التنمية المستدامة لكن صعب قوي 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 أروح مثلا لبلد بتعاني دلوقتي من حرب أو بتعاني دلوقتي من فقر أو بتعاني دلوقتي من نهب حكومة مثلا أي بلد بقى أو غالبا هتبقى في أفريقيا مثلا وأقول لها عملي زي ما شركة سويسرا بتعمل فمفهوم التنمية المستدامة ده مفهوم معقد ونسبي فهو مفهوم متطور مفهوم معقد ومفهوم نسبي عشان كده هو بيقول أنه بيقول أنه تعريف التنمية المستدامة أو أنه أنا أعرف إيه هي التنمية المستدامة دي حاجة خلاص هتفضل تتطور مع الوقت طول الوقت يعني دي حاجة إحنا خلاص مش هنبقى عارفين نمسكها كده طول الوقت يعني بيقول أنه التنمية المستدامة المفروض أنها لا تتناقض مع التقدم الاقتصادي والربحية وكل الحاجات دي عشان التنمية المستدامة بتضمن لي أنه أنا يبقى عندي أداء طويل الأمد ما هو أنا لو كسبت النهاردة أوكي في الشركة بتاعتي وكمان سنة كسبت النهاردة ده يعني كسبت بطريقة مش صح كنت بقى بقعد الموظفين 14 ساعة بمطفية عليهم التكييف مش بشغل تكييف مش بشغل نور علشان أوفر في الكهرباء ما قاعدهم كلهم في قوضة واحدة بدل ما أعمل شركة كبيرة عشان أوفر في الإيجار وكيه الناس هتموت مني فآه هنحقق دلوقتي أرباح كبيرة لكن كمان كمان سنة بالزبط ش هيبقى عندي شركة أصلا لكن التنمية المستدامة عشان بتقول لي حبيبي انت لازم تاخد بالك من موظفينك لازم توفر لهم بيئة عادلة لازم تاخد بالك من المجتمع لازم تاخد بالك مش عارفة آه هتخليني دلوقتي متعسف شوية لكن كمان سنة هتخلي شركتي أقوى وربحيتها أكبر كمان سنتين هتبقى أكبر وأكبر كمان ثلاث سنين هتبقى أكبر وأكبر وأكبر وهكذا فبيقول انه لو طبقنا بمفهوم التنمية المستدامة بالشكل المزبوط بما يتناسب مع البلد اللي احنا فيها ده هيحقق لي profitability بحيحقق لي ربح طويل الأمت بيقول عشان كده هو صعب ده صعب إنه أنا أحط definition أو أحط التعريف لفكرة التنمية المستدامة ده مش حاجة سهلة إن أنا أحط لها تعريف التنمية المستدامة is not something easy to be defined ده هيحاجة مش سهلة أحط لها تعريف لكن هي حاجة بتتطور مع الوقت الفكرة إن أنا يبقى عندي عقلية التنمية المستدامة أبقى فاهم إيه العقلية بتاعت التنمية المستدامة دي يعني إيه يعني لكن بيقول كده التعريف الأكتر شهرة ودي حاجة نحفظها التعريف الأكتر شهرة من المجتمع الدولي هو التعريف النتج عن التقرير بتاعت التنمية المستدامة اللي هي بتلبي احتياجات الحاضر دي تعاملت سنة 1989 زي ما مكتوب بيقول كده المساس بالضبط بالضبط ترجمتها كده المساس أو الوصول لقدرة الأجيال القادمة إن أنا أساعد الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم من خلال فهم الاحتياجات الأساسية زي الغذاء والتوظيف والطاقة والمياه والنظافة وفهم الاحتياجات الأقل والأقل والأقل بهدف تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية مثل الوصول للموارد والتوزيع العادل والوصول لمزايا التنمية فهو بيقول إنه ده التعريف العام ده تعريف عام وبيتطور مع الوقت تعريف نسبي تعريف معقد لكن ده التعريف اللي اتفق عليه المجتمع الدولي إن احنا خلاص لازم كل حاجة نحاول قدر الإمكان نعرفها تعريف ده بيقول إيه؟ بيقول إنه إيه التنمية المستدامة بناء على تعريف المجتمع الدولي إنه هي قدرة الأجيال الجاي إنه أنا أبقى من دلوقتي بساعد الأجيال الجاي إنه هي تفهم احتياجاتها الأساسية ما هو بصه معنى لما ساعد الأجيال الجاي إنه هم يفهموا احتياجاتهم الأساسية معناها إنه أنا دلوقتي بفهم احتياجاتي الأساسية فأنا بساعد الأجيال الجاي إنها تفهم احتياجاتها الأساسية إيه هي بالله لأحتياجات الأساسية؟ هي الغذاء يبقى بياكله التوظيف يبقوا بيتوظفه الطاقة المية النظافة علشان اقدر اوصل او احقق اهداف اجتماعية طبعا تندرك تحتها الاهداف البيئية واهداف اقتصادية عشان اوصل لعدالة في التوزيع او يبقى عندي عدالة في توزيع الموارد مش بلد واخده كل الموارد وبتمتمتع بكل المزايا بتاعة التنمية وبلد لا نبقى كلنا بناخد العدالة دي كلنا عايشين في مجتمع من العدل انا بيكمل وبيقول انه المجتمع الدولي كمان ابتدى يقول انه هيضيفوا على التعريف ده ان هما نفسهم نفسهم يشوفوا كل البلاد عندها انتاجية وعندها نمو عندها انتاجية وعندها نمو اقتصادي في البلاد الصناعية او وفي البلاد النامية كمان يعني هنضيف على ده انه ينفع نضيف على التعريف انه يبقى فيه انتاجية عالية انه يبقى فيه ربحية عالية بس ابتدى ويتكلم بعد كده على الجزء اللي هيدخلنا على ال part اللي بعده او على الجزء اللي بعده وهو هل تعريف التنمية المستدامة ده او هل انه انا اسعى للتنمية المستدامة بالشكل ده او السعية للتنمية المستدامة بالشكل ده معنا انا انا هحصل على كل حاجة هحصل على بيقى نظيفة هحصل على ربحية عالية انتاجية عالية عدالة اجتماعية عدالة في توزيع الموارد وكل حاجة هل ده يقدر نقدر نحقق كله في نفس الوقت نقدر نحصل على الكل ده في نفس الوقت ولا لا عشان كده بتده يقول انه التعريف تطور شوية كمان بالاجابة على التساؤل ده وابتدى يقول انه تنمية المستدامة تعرف دلوقت على انه هي البحث عن توازن ديناميكي بين الابعاد التلاتة دول الحماية البيئية والعدالة الاجتماعية والتأثير الاقتصادي فينفع نقول انه التنمية المستدامة هي البحث عن توازن بين التلات ابعاد دول والهدف هو ان احنا نربط لتلات مجالات دول زي ما موجودة عندنا في الصورة نربطهم ببعض وربطنا او ان هما يتربطوا ببعض بالشكل ده يخلينا نلاقي طريقة نوازن ما بينهم هما او نوازن ما بين التلات دواير دول او التلات ابعاد دول ونقدر زي نحصل على كل شيء في نفس الوقت يبقى التعريف اللي هو علاقة بالمجتمع الدولي ده تعريف عام يعني ده تعريف عام علشان بس يقدروا يحطوا تعريف للتنمية المستدامة لكن تعريف العملي او التعريف اللي على اساسه هنبتدي نشوف ادوات واستراتيجيات هو التعريف اللي بيقول انه التنمية المستدامة هي عملية هي اصلا هي مأمع يعني هي حاجة متطورة ومتغيرة فهي عملية عملية يعني هي حاجة دايناميك طول الوقت مش سبتة فهي عملية في محاولة البحث عن توازن احنا بنحاول نلاقي توازن ما بين التلات ابعاد بتوعنا دول وده يبقى التعريف النهائي بتاعنا عن التنمية المستدامة هنكمل كده مع بعض وحندخل على الجزء اللي له علاقة بالبيزز او بالقواعد الاساسية اللي بتحكم التنمية المستدامة اول قاعدة اساسية زي ما احنا كنا بنقول انه قررت دي فكرة التنمية المستدامة بالابعاد المختلفة زي ما كنا بنقول هي مفهوم واسع عشا يمل فيها كتير قوي من التنقضات فاول قاعدة عايزين نبقى بنحطها مع بعض هي فكرة الايكونوميك ابروتش او النهج الاقتصادي في مقابل التنمية المستدامة تحقيق النهج الاقتصادي في مقابل التنمية المستدامة بصوا انتوا هتلاقوا كلام شوية كتير هتلاقوا كلام شوية مش سهل فخلونا كده مع بعض يعني نمشيها واحدة واحدة بيقول كده انه فيه فيه زي تميز او فيه مصطلحات تباني انها شوها بعض بس هي مختلفة عن بعض التنمية المستدامة حاجة والاقتصاد المستدام حاجة تاني التنمية المستدامة بتركز على التالت ابعاد اللي احنا كنا بنتكلم عليه لكن الاقتصاد البيئي او الاقتصادي المستدام ده بيتكلم عن فكرة ان احنا نبقى بقى مهتمين بالزيادة الربحية وتعظيم الربح والاقتصاد بشكل عام لكن على الناحية التانية بيدمج العوامل الخارجية معاه يعني هو مش مجرد بيحاول يعظم الإنتاجية ولا يعظم الربح ولا يعظم كل الحاجات دي لكن هو بيحاول قدر الإمكان إنه هو يدخل أيدولوجيات مختلفة يحاول إنه هو يعظم فكرة الاقتصاد لكن بشكل يؤثر على البيئة تأثير إيجابي مش مجرد إن أنا باستخدم موارد طبيعية ومش مجرد إن أنا بحاول أستخدم قدر الإمكان حاجات مش ملوثة للبيئة لكن كمان إنه الاقتصاد بتاعي يبقى بيأثر تأثير إيجابي على البيئة بيبتدي يتكلم ويكمل كلامه بيقول إنه بالطريقة دي ينفع نقول إنه التنمية المستدامة هي أيدولوجية سياسية يعني عشان أحقق بقى التنمية المستدامة والاقتصاد المستدام ده بشكل عام لازم يكون عندي أيدولوجية لازم يكون عندي استراتيجية سياسية الحكومات بتساعدنا إن إحنا نحط حوافز أو نحط تشجيعات حوافز مالية حوافز تكريمية جوائز أي حاجة بتساعد الصناعات وبتساعد الشركات إنه هم يحاولوا قدر الإمكان يعظموا الربح بتاعهم لكن كمان الصناعة بتاعيتهم تكون بتأثر بشكل إيجابي على البيئة بيكمل في الجزء ده وبنبتدي نتكلم عن أو الخصائص الرئيسية للتنمية المستدامة أوكي إحنا خلاص فهمنا يعني إيه تنمية مستدامة تعالوا نشوف مع بعض كده الخصائص الأساسية والرئيسية وده جزء مهمة قوي 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 في المحاضرة بتاعيتنا أول خاصية هو إنه development must be sustainable مش معنى إنه أنا بحقق تنمية إنه التنمية دي يبقى أنا كده بحقق استدامة لازم التنمية بتاعيتنا تكون مستدامة يعني لازم حفاظنا على البعض الأخلاقي والبعض الاجتماعي والبعض الاقتصادي والبعض البيئي ما يكونش مجرد شهرين ثلاثة وخلاص شبه اللي بيحصل في شهادات الأيزو زي ما قدمت الكلمة في المحاضرة اللي فاتت لكن لازم يكون حاجة مستدامة مش بس كده لكن زي ما مكتوب إنه development doesn't only mean economic development إنه التنمية ما تكونش مجرد تنمية اقتصادية بس لكن لازم تشمل تنمية اجتماعية ولازم تشمل تنمية اقتصادية وثقافية كمان بابتدئنا بعدها نقول إنه في عوامل خارجية زي الـ air الهواء زي جودة المعيشة بتاعتنا زي الصحة النفسية زي استعادة زي الأصالة زي الجو الروحي أو الروحانيات زي الجمال زي مبادئ زي الدين زي الخلق حاجات زي كلها مش بتدخل في الناتج الإجمالي قومي مش بتدخل في أرباحنا بتاعة الشركات ولا أرباح البلاد لكن إحنا لازم نحطها في الاعتبار وإحنا بنتكلم عن sustainable development وابتدأ يتكلم ويقول إنه علشان نقدر نحقق حاجة شبه كده لازم الحكومات بأي شكل من الأشكال تحاول إنه هي تعمل طريقة أو هيكل وده لازم يبقى من الحكومة يعمل طريقة أو هيكل نقدر بيها نقيس مستوى احترام الشركات للمبادئ زي مستوى احترام الشركات للبيئة مستوى احترام الشركات للخلق مستوى احترام الشركات للأديان المختلفة مستوى احترام الشركات للعدل زي بالظبط مستوى احترام الشركات للبيئة زي بالظبط مستوى احترام الشركات للعملات ولا تقدمها الاقتصادي وكده لازم يكون فيه هيكل الحكومة بتحطه يكون واضح علشان نقدر نقيس ده وعلى أساسه نقدر ندي شهادات جودة للتنمية المستدامة للشركات وعشان كده بيبتدي يتكلم بعدها ويقول أنه بعيدا عن الـ أو بعيدا عن الإطار النظري للكلام ده لكن ينفع السياسات تكون بتتحط من الحكومات ونبتدي بقى من واحدة صغيرين نبتدي ندخل المفاهيم دي في التعليم بتاعنا نبتدي ندخل المفاهيم دي في التدريب نبتدي نعلم الأطفال أن هما يطلعوا مش مجرد مهتمين بالآلات ولا مجرد مهتمين بالتكنولوجيا لكن نكون مدخنين لهم المبادئ اللي بتدمج التكنولوجيا مع الآلات مع الأبعاد الاقتصادية مع الأعراف الاجتماعية وما إلى ذلك رقم اتنين معينا أو البشنسبل التاني معينا هو هو النظام الاجتماعي بنتكلم عن النظام الاجتماعي ده نظام مغلق يعني صعب قوي وبعد وقت جبير واثنين كثيرة نقول أنه الهوية المصرية تغيرت ولا الهوية العربية تغيرت فالنظام الاجتماعي نظام نوعا ما مغلق لكن النظام الاقتصادي ده نظام مفتوح إحنا في مصر مثلا ممكن نتعامل بالجيني المصري ممكن نتعامل بالدرهم الإماراتي ممكن نتعامل بالريالس تعودزي علاقنه نظام الاقتصادي والعملات وكده خلص نظرا للعولمة فكله بقى بيتعامل بعملات مختلفة لكن النظام الاجتماعي لأ أنا أقدر ببساطة أقول الشخص ده مصري أو الشخص ده سعودزي أو الشخص ده إماراتي أو الشخص ده عربي أو الشخص ده غربي مش مش من اللغة من النظام الاجتماعي والنظام الاجتماعي زي ما إحنا كنا بنقول من الأبعاد اللي دخلة لدخلة معنا في الـ Sustainable Development أو في التنمية المستدامة علشان كده لما نيجي نتكلم عن إن إحنا نتور ونعمل تطورات ونعمل حاجات بيبقى أسهل إن إحنا نعمل كده في الأنظمة المفتوحة زي الأنظمة الاقتصادية لكن الأنظمة الاجتماعية ده ما بيكونش حاجة زحلة تالت بشانتسبل أو تالت خاصية من خواص سلسسيني بالـ Development هو تكامل رأس المال الطبيعي وعوامل الإنتاج التاني يعني إحنا عادة بنهتم قوي في الشركات وفي البلاد برأس الأموال أو برأس المال الغير طبيعي إيه اللي هو يعني رأس المال غير طبيعي؟ الفلوس الـ Investment الاستثمارات ده رأس المال بتاعي الأصول، الألات اللي أنا بشتريها والأدوات اللي أنا بشتريها والتكنولوجيا اللي أنا بشتريها بس أنا بحتاج يكون عندي كمان دمج وتكامل ما بين اهتمامي بالحاجات دي ده حلو جدا ودم مطلوب لكن كمان أكون باهتم براس المال الطبيعي رأس المال الطبيعي زي كل اللي بقى الموارد الطبيعية في العالم كل النفايات اللي في العالم لازم يكون عندي تكامل في الاهتمام بين الحاجتين دول اعتقد دي رابع حاجة او رابع عندنا هو المساواة بين الاجيال من ضمن الحاجات اللي بتقول انه الشعب ده او البلد ده او الشركة ده بتحقق فكرة التنمية المستدامة هو فكرة انه الاجيال تكون بتتكامل مع بعضها البعض الاجيال تكون بينهم عدل هقول لكم ده شوفناه بشكل واضح اوي وقت كورونا وقت كورونا اول ما المستشفيات ابتدت تتكدس بقى ويبقى فيها زحمة ابتدينا نقول انه الاولوية للأسف طبعا انه الاولوية لدخول الحجر الصحي والاولوية لدخول المستشفيات هي فقط لمين للشباب لانه الكبار ستن كده كده معرضين للفيروس اسرع كده كده نسبة او احتمالية انه هما يموتوا نسبة اكبر فمش هنصرف عليهم موارد ونخليهم ياخدوا سرير في المستشفى ونخليهم ياخدوا ادوية ومش عارف ده ما كانش له ده ما كانش بيحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ده ما كانش بيحقق المبدأ العدالة مبدأ العدالة بين الاجتماعية اللي ما احنا بنتكلم عليه سيبقى فكرة التكامل او فكرة العدل بين الاجيال ده من الامور او من المبادئ الاساسية والخواصة الاساسية للتنمية المستدامة الخاصة اللي بعدها هي فكرة اللي مركزية في القرارات الاسباشالي الاجتماعية بيقول كده انه الشركات والحكومات مش بتقدر او من المعروف عن الحكومات الكبيرة والشركات الكبيرة انها مش بتقدر تاخد اكتر من قرار في نفس الوقت يعني القرارات لازم تطلع من شخص واحد القرارات لازم تكون مركزية لازم القرارات تبقى من هيئة معينة الفكرة دي فكرة غلط وما بقيتش بالدعم مفهوم التنمية المستدامة لو احنا حكومة جبيرة ولا احنا شركة جبيرة محتاجين نفعل شوية اللي مركزية في اتخاذ القرارات اسباشالي القرارات الاجتماعية لو انا شركة انترناشنل فانا عندي فروع في مصر عندي فروع في ماليزيا عندي فروع في السعودية عندي فروع في امريكا اوكي ثقافات مختلفة جنسيات مختلفة لغات مختلفة الشركة الامة فين الشركة الامة في مصر لو انا اعيز حقق مفهوم التنمية المستدامة مايفعش القرارات اللي ليها علاقة مثلا بأعلان معين بماركتين كامبين معينة حملة تسويقية معينة في ماليزيا في الفرع بتاعي في ماليزيا تكون قررت دي طالعة من عندي من مصر ليه؟ لأن أنا لا أفقه شيء مهما عرفت نظريا بس أنا مش عايشة في ماليزيا أنا مش شخص ماليزي أنا مش شخص يعرف في الثقافة الماليزية أنا ما عرفش الإعلان ده هيؤثر اجتماعيا عليهم إزاي ولا المنتج ده هيؤثر عليهم اجتماعيا إزاي عشان كده مثلا هتلاقوا في الشركات اللي ليها فروع في بلاد مختلفة هتلاقوا لازم يعينوا أو يوظفوا يعني المديرين اللي في الفروع المختلفة دي مديرين عايشين في البلد أو مديرين جنسيتهم هي جنسية البلد لأنهم خلاص قدرى بالحالة الاجتماعية بتاعت البلد قدرى بالأعراف بتاعت البلد قدرى بالخلق بتاع البلد دي فأنا الإعلان اللي عندي ولا الحملة التسويقية اللي عندي مش تبقى شبه الحملة التسويقية بتاعت حتى لو احنا بننتج نفس المنتج ليه؟ عرفنا مختلف ثقافتنا مختلف اجتماعيتنا مختلفة النظام الاجتماعي والايدولوجيا الاجتماعية بتاعتنا مختلف عشان كده لازم يكون في لا مركزية في اتخاذ القرارات الاجتماعية مش في كل القرارات القرارات الاجتماعية أنا بطلت عد بس البرانتسبل اللي بعده هو مفهوم الحيطة او مفهوم ان انا القرارات الاجتماعية مرجعش فيها يعني انا عملت اعلان معين مثلا ولا عملت حملة تسويقية معينة وده حصلت في مصر قريب ممكن لما تحضروا معي اللايف ساشن ان شاء الله هابقى اعرض لكم الاعلان ده حملة تسويقية معينة كده كانت المفروض انها نزل في عيد الام وطلع ان هي يعني بتتكلم او كأنها بتوصل صورة مهملة عن الام الحديثة دلوقتي انها بتشتغل وبرة البيت اغلى بالوقت وكده فكأنها ام مهملة مع انه اصلا الاعلان ما كانش هيهدف لده خالص الاعلان كان موجه لدعم الامهات بس الناس فهمته اجتماعيا على ان هو بيقول ان الام العصرية هي ام مهملة عشان كده لازم يكون في عندنا كده زي اسمه مبدأ الحيطة ومبدأ الرجوع في القرارات الاجتماعية بالزيد يعني وانا بعمل اعلان وانا بعمل منتج وانا بعمل حاجة لازم احاول قدر الامكان يكون عندي حضر اكون بتجن بالمخاطر فيما يتعلق بالحاجات الاجتماعية فيما يتعلق بالحاجات اللي هتمس الحيكل الاجتماعي ده فيما يتعلق بالحاجات اللي هتمس الثقافة ولا هتمس العرف لازم يكون عندي مبدأ الحيطة على الناحية التانية لازم يكون عندي مبدأ ان انا ممكن ارجع في القرار ده فانا لو عملت الاعلان ده ده زي اللي حصل في مصر زي ما كنت بقول لكم ورجعنا عن القرار عادي الاعلان تشال والشاركة نزلت غالباً كدفو دفون يعني الشركة نزلت اعتذار والموضوع بقى زي الفل فالمبادئ دي لازم تكون مبادئ متوفرة في التنمية المستدامة أنا حابة نخلص المحاضرة عند السكشن ده بصراحة عشان نبقى خلصنا كل حاجة متعلقة نظرياً بمفهوم التنمية المستدامة وخلينا ندخل إن شاء الله في المحاضرة التانية من السكشن ده نكمل في السكشن ده اللي له علاقة بقى بالأدوات اللي هنفع علها عشان نحقق التعريف اللي احنا أراضي اتكلمنا عليه في المحاضرة إن شاء الله فThank you so much for watching المحاضرة نبتدي إن شاء الله المحاضرة جاية من الجوزة ده شوفكم من الأسبوع الجاي